السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني السرخة ممنوعة ما تقولش اي يعني اتضرب وتوجع ما تقولش اي لو قلت اي هنعجبك كمان فالحمد الله ان احنا طلعنا مخلصين معاكو دايما ونيتنا والله العظيم في الفيديو وفي المحتوى بتاعنا دايما الاخلاص ما بيجريش ورا مشاهدات في فيديوهات يعني مئات الفيديوهات يوميا يقولك انا عندي السر الجزائر في المنديال الجزائر في قطر الجزائر في قطر خلاص قرار نهائي الجزائر في قطر ناس بتكتب عنوين علشان تدخل التفرج على الفيديو بتاعها لكن احنا كنا عندنا مصدقية لسه اول مبارح عامل فيديو وقلت يا جزائريين يا مصريين لازم يبقى عندنا قرامة لازم نعمل بطولة ودية او مباراة ودية اثناء كس العالم هو شغال بنعلن عن رفضنا للظلم وقلت متوقع كلنا بنقول يا رب قلت كده في الفيديو رجعوا الفيديو اول مبارح اسمه يا جزائر يا مصري خلي عندنا قرامة لسه اول مبارح الفيديو في القناة تلكوا الفيفا هيبقى الحال كما هو عليه ده الفيفا بعد مباراة سنغال بيوم بعتوا برقية تهنئة للسنغاليين اللي وصلوا لهم كلاس العالم تغير باقي بقى فيه تحريات ولا اي حاجة ده اللي بيشوف مطش مصر والسنغال لو هو من دولة قرالامبو البلاد القووة البلاد اللي ملهاش مكان ده وقعد يتفرج على مطش مصر والسنغالي يقولك ايه الارهاب ده للأسف احنا المصريين اللي تعاقبنا على فكرة المهم انا كنت متوقع اه هيبقى فيه السئناف طبعا وفيه طعن ومش عارف ايه لكن يا جماعة قلتها لكم كتير في فيديوهات قبل كده الفيفا هو اتحاد دولي القرى الارضية الفيفا يهموا ايه يهموا الاتحادات القرية اللي هي بتتبعه يعني امه اللي هم عيلة واحدة الفيفا والاتحاد الافريكي اتحاد اوروبي اتحاد امريكا ده بيبقوا عيلة واحدة ومصالح واعلاناته وبزنس وزي ما تقولوا هيكرم الجزاير ويجيب حق الجزاير ويجيب حق مصر ويخسر القرى كلها والمصالح والبيزنس ما حصلتش في الكرة من سنين ما حصلتش في الكرة عمري من اول انا ما لعبت انا رجل لعيب دولي ولعبت في مسابقات الفيفا كلها لعبت في كأس العالم للشباب تبع الفيفا في البرتغال لعبت في الولمبيات اولمبيات برشلونة في اسبانيا تبع الفيفا بس هي كاس العالم الكبار بس اللي ما لعبتوش فعارف الفيفا دولة الفيفا يا جماعة رئيس الفيفا ده زي رئيس الدولة بالضبط ليه مصالح وليه بزنس فالاتحاد الفيفا مع الاتحاد الافريكي هيخافوا على مصالحهم هيجي على الاتحاد الافريكي علشان خاطر بلد زي الجزاير او زي مصر احنا دول عالم ثالث ما بيعملون لنش حساب لكن طبعا الوقفة اللي هتتعمل بعد وقرة ده كويس ان القرار تلع بدري وهم اصلا ما عندهمش رحمة كل العالم بيعرف الاعياد عارفين ان في اعياد للمسلمين النهاردة اول يوم عيد للمسلمين عارفين كويس جدا لما يطلعوا قرار انتوا بقالكوا شهور شهر ويه اكتر من 40 يوم مفيش قرار جي انت طلعوا يوم الاحتفال يوم العيد العائلات بتحتفل وبتخرج في الجناين والاطفال بتبقى فرحانة يلاقي ابو مكشر وزعلان ان القرار تلع ليه تنكدوا عن الناس يعني اجلها يومين اجلها يوم كمان خلاص يعني يبقى ده دليل الناس دي احنا مش في حسابتهم الناس دي مش في دماغهم احنا والحمد لله انا في القناة ربنا يعلم اه اتكلمت على الفساد اتكلمت على جسامة اتكلمت على حاجات كتيرة جدا لكن عمر ما طلعت مني كلمة ان شاء الله المطش هيتعاد لعمر ما قلت قلت المطش مش هيتعاد المطش هيبقى فيه فيه بقى ناس يقولك تسريبات وتسجيلات ممكن يبقى فيه السئناف ويحصل اللي يحصل بس انا عارف الفيفا ايه ما يقولها الفيفا الطريق اللي ماشي عليه الفيفا عارفه هيقول الكاف غلط والحاكم غلط والكاف والجزائر هي اللي توصل كاس عبليه ممكن ما حصلتش في العالم ما حصلتش قبل كده يعني طيب اه مش هنتكلم كتير هنتكلم بعد كده بقى في فيديوهات على القرارات نقراها مع بعض والقرارات كده الظلم على حق ربنا لكن انا اللي يهمني ان شاء الله هنتكلم بالليل في الصهر على الوقفة اللي هتحصل اه نتمنى بقى ان كل العرب يجتمعوا ويقفوا بقى كده ويشوفوا بس انا القرار بقى بعدم وصول او عادة المباراة عادة وصول الجزائر وعدم وصول المصريين لكاس العالم القرار ده قرار اولا قرار فاسد ليه بقى فاسد اي قرار عملية تنظيمية لما بتطلع قرار تعاكب مثلا بلد او تعاكب لاعب هو علشان غيره يشوف العقاب فما يعملش زيه ما هو ده العقاب في كرة القدم كده اللاعب اللي بيكسر حد اللي حكم بيطرده عشان بقيت اللعيبة تلتزد فده قرار فاسد لان اللي بعده هيبقى افسد يعني انا خلاص بقى انا كدولة عرفت الجزائر الحكم فاسد الحكم عمل اكتر من اربع اخطاء مصايب كلهم بس ما تعددش المباراة خلاص بعد كده انا في مطشاطي بعد كده هزبط الحكام بقى هعمل الحاجات اللي عملتها دولة وهنقوها وصفروها كاس عالم برضو اي مطش فيصل بقى ما بين اي دولة في العالم يقول لك اه ده السنغال ارهابوا لعبة مصر ورمع لهم الازايز والليزر في وشهم وده كل واحد من المتفارجين كان يطلع مسالمين وليزر يدولو سندوتش معا الليزر سندوتش معا الليزر يطلعو فرم خلاص هنعمل كده على طول نعمل كده طلع الليزر وقفوش الناس وبوز الكورة واعمل ارهاب وخلي في المدرجات واحد مسك اسد جنبه كده ويوريه للعيبة اللعب يبص كده يلاقي فيه سوده ونموره نعمل ارهاب بقى خلاص علشان السنغال وصلت كده كاس عالم وقالولهم مبروك الفيفا قالولهم مبروك يا سنغال خلاص احنا كمان نعمل كده عشان برضو يقولونا مبروك يا سنغال يعني القرار اللي اللي طلعي النهاردة ان الجزائر الظلم اللي وقع عليها ده ما فيش اي حق هيجي لها ومصر كذلك والكاميرون والسنغال هيفوزوا بوصلهم كاس العالم خلاص القرار الفاسد ده هيجي مفاسد بعديه وهيجي مصايب بعديه كتيرة جدا لان خلاص بقى كلنا هنعمل زي السنغال وكلنا هنعمل زي كاميرون هنزبط بقى الحكام عشان هو ده لغة الدنيا لغة الحياة نفع واستنفع ومشي ادفع عشان تمشي مصالحك انتظرونا بالليل بإذن الله فيديو مهم عن الوقفة الوقفة المهمة جدا اللي هتبقى كمان مهمة أكتر من بعد القرار اللي طلع ده